موسيقى موسيقى طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين من موقع مأرب بريس صحفيون في صنعاء يقولون الحوثيون يتسلمون بأسمائنا مساعدات المانحين ومن الموقع بوست بعد أربع سنوات من سيطرة الميليشيا كيف أصبحت جامعة صنعاء اليوم وفي الأخبار المنوعة الفضاء مصدر نزاعات مستقبلية بين الدول الكبرى موسيقى أهلا بكم أحد أهم الوسطاء الذين حاولوا حل مشكلة صعدة خلال الحروب الستة التي خاضتها ميليشيا الحوثي ضد الجيش اليمني ما يزال معتقلا لديهم وهو سلوك اعتادت عليه الجماعة في التعامل مع الوسطاء ولعل محمد قحطان أبرز الأدلة ولكن ماذا عن وسيط دولي؟ يعنون موقع مارب برس الحوثي يعلن الحرب على كاميرت وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي واصلت التهرب من التزاماتها وشنت حرباً إعلامية ضد الفريق الأممي بسبب رفض مسرحية الانسحاب الحوثي من الموانئ ويضيف الموقع بدأت ميليشيا الحوثي حملة تحريض على كبير المراقبين الدوليين الجنرال باتريك كاميرت بعد فضحه مسرحية الانسحاب من ميناء الحديدة وفاد الموقع أن الميليشيا طلبت من مندوبي المجالس المحلية الاجتماعة للقاء فريق المراقبين الدوليين وعندما وصلوا طلب منهم محمد عياش قحيم الذي عينته الميليشيا قائماً بأعمال المحافظة التابعة للميليشيا التوقيع على وثيقة تتهم رئيس فريق المراقبين الدوليين بعدم الحياد ولم تستبعد المصادر إقدام الميليشيا على مضايقة فريق المراقبين الدوليين من أجل إفشال مهمتهم بعد التعاون الكامل الذي أظهره الجانب الحكومي معهم الصحفيون في صنعاء يعيشون أسوأ الظروف فإما أن يكونوا في سجون ميليشيا الحوثي أو تسرق حقوقهم بعد أن أغلقت أعمالهم تماماً وصولاً إلى نهب المساعدات بأسمائهم وفقاً لموقع الصحوانة الأخبار صحفيون بصنعاء يقولون الحوثيون يتسلمون بأسمائنا مساعدات المانحين وقال الموقع أن الصحفين في صنعاء اكتشفوا أن أسمائهم مسجلة على اعتبار أنهم يحصلون على مساعدات ومعونات بشكل منتظم خلال الأربع العوام الماضية لكنهم في الحقيقة لم يستلموا شيئاً وإنما كانت الميليشيات الحوثية تقوم بمحاصرة أو بمصادرة هذه المساعدات وخداع المنظمات وسبق وأن أوضح مسح ميداني قامت به الوكالة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أن سكان العاصمة صنعاء لم يحصلوا على حصص مخصصة لهم من المساعدات أحد الصحفيين في وكالة ساب الخاضي على الحوثيين في صنعاء قال إن الميليشيات تجبرهم على الدوام وتطلق لهم الوعود بتسليم مستحقات لهم وتزودهم بمواد غذائية ويغاثية لكنها لم تنفذ أي وعد حتى الآن عن العام الجديد والأحداث التي تنتظر واستمرار الموجات التي انطلقت من سنوات ماضية يكتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الشفيق ناظم الغبراء مقاله المشور في القدس العربي مضيفها نستقبل العام الجديد بينما نحمل معنا جروحا مستمرة من العام 2018 ودعنا عاما طغت عليه نزاعات بينما نستقبل عاما جديدا يتضمن استمرارا لها وبداية لغيرها كما ودعنا في نهاية العام حراكا كبيرا في السودان وإذا بنا نستقبل الحراك ذاته لن يكون عام 2019 عام الانتقال الديمقراطي ولا عصر المصالحات بين الدول والشعوب والأجنحة الحاكمة والمعارضة إذ لازلنا في عصر الخوف من المجهول لكن العام الجديد هو أيضا عام للحراكات الإنسانية الاجتماعية المطلبية كما وقع في فرنسا وأوروبا وكما حصل في الولايات المتحدة مع عدد من التحركات الشعبية الكبرى التي يحركها الرأي العام ودوره الكبير عام 2019 سيشهد استمرار دور الرأي العام ودور الإعلام المفتوح في تحريك الناس نحو قضايا مفصلية سيكون العرب في العام 2019 كما كانوا في العام 2018 مادة للصراع بين قوى عدة تعتقد أنها قادرة على إغلاق الفراغات الناشئة عن الانهيارات التي سببها وصول أجزاء رئيسية من النظام العربي المتكلس والجامد لمرحلة الأزمة إذ تعتقد روسيا على سبيل المثال كما وتركيا وإيران أن لدى كل منها فرصا لملء الفراغات وهذا يعني أن السباق مستمر بين قوى عدة خاصة في ظل بعض الانسحابات الأمريكية العام 2019 هو عام عودة الدفء للحراك العربي الشعبي البعض سيقول هذه مقدمات الربيع العربي الجديد لكن الواضح من خلال حراك السودان وبعض الحراكات في الأردن والأزمة الخانقة في مصر بعد إعادة انتخاب الرئيس السيسي بلا وجود مرشح حقيقي منافس له أن العرب وصلوا للحافة أدمنت عناصر ميليشيا الحوثي تعذيب المعتقلين وأصبح هذا السلوك سمتهم الأولى إلى حد أنهم لم يجدوا خصما لتعذيبه يعذبون أنفسهم وأبناء زملائهم في الجبهة وفقا لموقع المصدر أونلاين قيادي حوثي في دمار يتهم آخر بالوقوف وراء جريمة أو جريمة تعذيب وقتل نجله وقال الموقع تسعت رقعة الخلافات بين قيادات ميليشيا الحوثي في محافظة دمار ووصلت حد اختطاف وتعذيب وقتل الأبناء مطلع ديسمبر الماضي تم العثور على الطفل زين العابدين نجل القياد الحوثي في دمار قاسم الدولة تم العثور عليها وهي جثة هامدة وعليها آثار الخنق في فناء منزل أحد جيرانه وجاء تلك الحادثة بعد مرور حوالي أسبوع واحد من العثور على نجل القياد الحوثي عباس الديلمي مطولا برصاص في حوش المنزل وظلت الحادثة تحكى طيلة أسبوع دون تفاصيل أخرى حول ما إن تم دفن الجثة أو معرفة الجاني الذي أقدم على قتل نجل الدولة الذي يدير مكتب الشؤون القانونية في المحافظة واتهم الأب قاسم الدولة القياد الحوثي أبو طالب حسين العوامي أو العوامي بقتل نجله والذي بدوره قام بتهديد الأب إن طالب بالتحقيق في الجريمة كما منعه من إخراج جثة نجله من مكان الحادثة ومنع أيضا فريق البحث الجنائي من رفع البصمات ويشار إلى أنه قبل عام قتل هاشم نجل القياد قاسم الدولة في جبهة تعز وهو يشارك في صفوف الحوثيين ضد القوات الحكومية ما الذي يحدث في جامعة صنعة؟ وفقا لصطلاع أجراه الموقع بوست ما يجري هو فرض مواد طائفية وإهانة أعلام دول ومضايقة للطلاب عبث حوثي في جامعة صنعة وقال الموقع أن جماعة الحوثي تحاول فرض فكرها على الوسط الأكاديمي داخل جامعة صنعة وذلك عبر توغلها المستمر في خصوصية الجامعة وهويتها حيث عمدت منذ البداية إلى إقحام شعاراتها السياسية في أماكن متفرقة داخل الجامعة مستهدفة بذلك هوية الجامعة الثقافية والعلمية متجاوزة كل الاعتبارات القانونية والأخلاقية التي عنيت بها الجامعة طيلة عقودها السابقة إلى جانب شعارات الموت الملصقة في كل أرجاء الجامعة والأعلام الخضراء التي تتدل من أماكن مختلفة داخل الكليات عمدت الجماعة مؤخرا إلى وضع العلم الأمريكي في مداخل الجامعة وقد وضعت رسومات لهذا العلم في أرضية البوابات بحيث يضطر كل المارة الذين يقصدون الجامعة إلى العبور فوق العالم الأمريكي المرسوم على الأرض والدوس عليه بأقدامهم تقول أستاذة في الجامعة إن وضع رسم للعالم الأمريكي على أرضيات مداخل الجامعة هو سلوك مستفز ويستهدف استقلالية التعليم الذي يفترض أن يتم بعيداً عن الصراعات السياسية إيران لا علامة على التراجع برغم أقصى درجات الضغط تحت هذا العنوان كتب الباحث معهد الشرق الأوسط إليكس فتناكى مقاله المعاد نشره في الغد مضيفاً بالنسبة للجمهورية الإيرانية كان الموضوع الشاغل في العام 2018 هو العثور على طريقة للالتفاف على حملة أقصى درجات الضغط التي شنتها إدارة ترامب ضد البلد وبحلول نهاية العام كانت طهران ما تزال تأمل في أن يساعد الأوروبيون في العثور على طرق لإنقادر اتفاق نووي الذي أبرم في العام 2015 ومن المحتمل أن تجد أوروبا آلية تسمح باستمرار عمل الخدمات المصرفية والتجارة والتي تقول إيران إنها سوف تستأنف من دونها برنامجها النووي بالحجب والنطاق الذين ترهما مناسبين في الأثناء استمر الاقتتال السياسي في طهران بلا هوادة حول تحديد الطرف المسؤول عن مشكلات إيران الكثيرة ولا يدور القتال هناك حول الأفكار السياسية المتنافسة وفي الحقيقة ليس ثمة إشارة على أن أحدا في المشهد السياسي الإيراني يقدم أي حلول سياسية جديدة وذات مصداقية وبذل من ذلك يدور النزاع حول تحديد من هو المسؤول عن حالة الاقتصاد واستشراء الفساد وسوء الإدارة والأولويات المكلفة للسياسة الخارجية ومع ذلك ومنذ أيار مايو 2018 عندما تخلت الولايات المتحدة عن ارتفاق النوي مع طهران تحرك الرئيس المنتخب حسن روحاني أقرب إلى القائد الأعلى غير المنتخب آية الله علي خامنائي وكان الكثيرون من أنصار روحاني قد أملوا في أنه سينأى بنفسه عن المرشد الأعلى لكن الرئيس المحاصر اختار حتى الآن أن يفعل العكس وهو يريد من خامنائي أن يحميه من اليمين المتطرف الذي يشن حملة شعبية ضده وبالقدر الذي يهم الجمهور العام الإيراني تشير مناورات روحاني السياسية الأخيرة إلى أنه نفد من الأفكار السياسية وأنه يتطلع فقط إلى البقاء في المنصب خلال السنتين القادمتين الصحافة العربية ما تزال تتابع مصير المواد الإغاثية التي تستولي عليها ميليشيا الحوث في صنعاء وتمنع وصولها إلى المستحقين وفقا لصحيفة الحياة اللندنية الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بتحويل مواد الإغاثة إلى غير المستحقين وتقول الصحيفة اتهم برنامج الأغضي العالم الحوثيين بتحويل مواد الإغاثة إلى غير المستحقين مطالبا بالتحقيق مع المتورطين وإقالتهم وقال المتحدث باسم البرنامج هيرفي فيرهوزيل كشفت عمليات الرصد عن سبعة مراكز توزيع بالعاصمة صنعاء تقوم عليها منظمة محلية متعاونة مع البرنامج وترتبط بالحوثيين حولت ما يصل إلى 1200 طن متر شهريا من الطعام في شهرية غصص وسبتمبر إلى غير المستحقين وقال فيرهوزيل شاركت هذه المنظمة المحلية أو المنظمات المحلية على ما يبدو فالاعتداء على غذاء المحتاجين اليمنيين فمنذ نحو ثلاثة أشهر رصدت فرق البرنامج الأممي بيع المواد الغذائية بكميات كبيرة في الأسواق اليمنية واشتبهت المنظمة الأممية في أنه كان يتم تحويل مسار الإغاثة وبيعها من قبل المنظمة المحلية الشريكة ونوها فيرهوزيل إلى أن مراقبة الأسواق كشفت أيضا عن أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع يبيعون جزءا من حصصهم التموينية لتلبية الاحتياجات الأخرى فيها من التعليم والأدوية والإيجارات انتهى عام 2018 ولا يزال اليمنيون يئنون تحت الموت اليومي والفقر والجوع والغلاء إلا أن الشارع الذي اشتعل في عام 2011 مطالبا بالحرية والعدالة الاجتماعية عاد ليغصى بمطالبة اليمنيين من جديد وليفرض على السلطات تحصين بعض حقوقه البديهية وتعنون العرب الجديد في تقريرها الاقتصادي احتجاجات اليمن وقف هبوط الريال رغم الموت والجوع وأكد الباحث والمحل الاقتصادي حسام السعيدي أن الاحتجاجات اليمنية دفعت القيادة إلى التحرك العاجل لمواجهة أزمة تهاوي الريال مقابل الدولار بالبدء في معالجات نقدية واقتصادية أسهمت في وضع حد للتهاوي المتسارع في قيمة العملة المحلية قال السعيدي للعربي الجديد الاحتجاجات السلمية طريقة ضغط على الحكومات تضمنها دستير للشعوب وسيلة لمواجهة القرارات التي يراها الشعب ظالمة أو غير مناسبة من دون اللجوء إلى العنف وفي اليمن كانت الاحتجاجات خلال عام 2018 اقتصادية للمطالبة بتنظيم المرتبات الحكومية وإنقاذ الريال ووضع حد للتدهور الاقتصادي الصومال تدفع ثمنا باهظا لأخطاء الماضي تحت هذا العنوان كتب يونس حسين علي مقاله في مدونة الجزيرة معطيا رسائل إلى دول ما تزال تسير في طريق تجربة الحالة السومالية بكل تفاصيلها وقال الكاتب بعد رحيل المستبد والطاغية السفاح محمد سياد بري حسب رأي بعض السياسيين وما إلى ذلك كان من المفترض لزعماء حركات التمرد أن يبنوا دولة ديمقراطية يعود حكمها للشعب لأن الطاغية حسب رأيهم رحل ولم يعد هناك أي عائق أمامهم ومن هنا لا بد لي أن أشير إلى أن التجربة الديمقراطية تعطلت في كثير من البلدان العربية والأفريقية لأن العرب لا يمتلكون تراثا ديمقراطيا قدر امتلاكهم تراثا في الحكم التسلطي وبعد إطاحة الحكومة العسكرية أخذ الشعب السلاح وتغيرت الأحوال إلى حرب بين القبائل الصومالية ومن خلالها تم القتل وسفك دماء الأبرياء ونهب أموال الأقليات في العاصمة والمدن الأخرى منذ أن سقطت الحكومة العسكرية كانت هناك محاولات إقليمية كل خمسة أو أربعة أعوام تحت رعاية المجتمع الدولي لأعادة الأمن والاستقرار في الصومال ولبناء دولة صومالية بغض النظر عن شكل الحكومة إلا أنه لم تنجح ولا واحدة من هذه المحاولات لتحقيق الأمن في البلد من جهة أخرى سقوط الحكومة العسكرية أدى لتفكيك البلد إلى دويلات صغيرة في وقت يتكتل فيه العالم شرقا وغربا والصومال وهي بحد ذاتها دولة صغيرة اقتصاديا وعسكريا وليس لها تأثير يذكر إن كان إقليميا أو عالميا لو تفككت إلى دويلات ستكون طبعا لقمة سهلة في فم أعدائها ومع الأسف الشديد أنها تسير نحو ذلك الطريق انشغلت معظم الصحف الدولية بمتابعة الإنجاز العلم الصيني في إنزال مسبار على الجانب المعتم من القمر في أول محاولة وهبوط ناجح على هذا الجانب من القمر على الإطلاق ووضعت صحيفة الطايمز القمر الأحمر عنوانا لمقالها الافتتاح الذي شدد على أن التنافس بين القوى الكبرى يجب أن لا يحول أو يحول الفضاء الخارجي إلى منطقة للغزو دون قوانين منظمة لذلك وتقول الافتتاحية أنه بعد أكثر من ستة عقود من بدي عصر ارتياد الفضاء في عام 1957 مع إطلاق أول مركبة مع إطلاق أول مركبة سوفيتية هي سبوتنيك وان تمكننا من رؤية صور للجانب المعتم من القمر وترى الصحيفة أن الاكتشافات العلمية تحمل توترات جيوسياسية مضطردة مشيرة إلى أن المسبار الذي هبط على القمر تابع أو تابع لي وكالة الفضاء الوطنية الصينية وأن المسبار الذي وصل إلى أبعد نقطة في نظامنا الشمسي تابع لي وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وبالتالي فهما يعودان لأعظم قوتين في العالم في القرن الحادي والعشرين وتشدد الصحيف على أن هذا التنافس على ارتياد الفضاء بين القوى الكبرى في العالم يهدد بأن يجعل منه منطقة للغزو بلا أي قوانين منظمة وربما مصدرا للنزاعات المستقبلية محتملة في العقود المقبلة أفضل صور للحياة البرية جمعتها صحيفة الجارديان من مسابقات التصوير الوطنية والدولية خلال عام 2018 نتابعها في جولتنا المصورة لهذا لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ماذا تقول لنا الريشة اليوم هذا ما سنعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف نتابعها ترجمة نانسي قنقر وبهذه الرسوم الكاريكاتيرية المعبرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم كشك الصحافة أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء